بسم الله الرحمن الرحيم. أصعب شيء أن تشكر الله سبحانه وتعالى. إذلك قال رب العميد سبحانه وتعالى وقالينه من عبادة الشكور. إذلك ربنا قال لي زهيدنا داود أشكرني يا داود. قال له يا رب كيف أشكرك. وشكرك هنحتاجه إلى شكر. يعني كلما شكرتك يا رب. هي نعمة. لازم أشكرك عليها ثانية. يبقى سلسلة لا تنتهي أبدا. قال له الآن شكرتني يا داود. عندما قال كده قال له الآن شكرتني يا داود. لما اظهر عجزه عن الشكر. لذلك انت متحب تشكر واحد تقول له انا عجز عن الشكر. الشكر البالغ. لذلك سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره عظيما وقاله صباحا ومساءا. عسكر صباحا ومساء الله. اللهم اصبح بيه من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك واحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر. انظر هذا ذكر هذا. فقال له صباحا فقد ادى الشكر الكامل لرب العالم سبحانه وتعالى. فقد ادى شكر يومه. وقال له في المساء فقد ادى شكر ليلته. يبقى انت كده ادى شكر الكامل لرب العالم سبحانه وتعالى وتكتبك الملائكة من الشاكرين ولئين شكرتم لأزيد انكم ولئين كفرتم ان عذاب الى شديد. وبالتالي تزداد النعمة وترفع عنك النقمة. وتكتب عند الله من الشاكرين والحمدين ايضا لانت بتقول الحمد والشكر. والشكر يبقى نبسخ من الحمد. فالذكر هذا مهم جدا للك. هتقدي بالشكر الكامل لرب العالم سبحانه وتعالى على كل النعم مهما كانت النعم لديك. لو كنت مليار دير. لو كنت اقوى اخلق الله. لو كنت اجمل خلق الله. فحنا عندنا نعم كتيرة جدا. مش عارفين نشكر ربنا عليها ازاي. فعايزين نشكر. فالرسول قال لنا لو انت قلت هذه الجملة صباحا ومساءا. يبقى قدت شكر اليوم وقدت شكر الليلة. وتكتب عند الله من الشاكرين والحمدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل عباد الله يوم القيامة الحمدون بتشديد المين الذين يكسرنا من الحمد. فاريت نكسر من هذا الذكر يوميا. او ما نكسر؟ تدخله مرة صباحا ومساءا. بعث كار الصباح ومساء. كل قول هذا استغفر الله لنا. اللهم اصبح به من نعمة ولا باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك تشوف.